موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أبدأ هذه الحلقة بالثناء على تقرير رأيته في إحدى القنوات كانت البطلة في فتاة صغيرة في مخيم الزعتري لم تتجاوز السادسة عشر من عمرها تقول أنه لما رأت زواج بعض صديقاتها وهن ما زلنا صغيرات ورأت آثار ذلك عليهن وعلى حياتهن والتغيرات التي طرأت في سلوكهن والعناء الذي عانين منه تقول أنه قررت أن تقوم بحملة ضد زواج القاصرات وفعلا قامت بهذه الحملة واستجابت لها مجموعة من البنات والصديقات ومختلف الأعمار وحمد الله أصبحوا قوة فأنا أؤيد كثير العمل الإيجابي يعني أنا أذكر هذه القصة ليس فقط ضد زواج القاصرات فأنا معها بهذا الأمر لكني أيضا مع الإيجابية وأنه دائما الإنسان ما يستقل بنفسه يعني كان ممكن تقول والله أنا فتاة صغيرة عمري ستعشر سنة أنه أنا بمخيم كبير جدا أصبح فيه مجموعة كبيرة مئات الآلاف فأنه ماذا أستطيع أن أفعل لكن هي اعتقدت أنها قادرة وفعلا قادرة حملة لدرجة أنه وصلت هذه الحملة إلى وسائل الإعلام وأصبح لها صدى في المخيم وخارج المخيم فخلينا بيئة الإيجابية سؤال اليوم اليوم أنا أتم مع الأسئلة مثل الحلقة الماضية فلدي سؤال السؤال الأول عن فتاة تقول أنه مات أبوها وتقول أنه أبوها كان رجلا كاملا بكل هذه المعنى طبعا الكمال لله ولكن في ناس لدرجة ما تكون عندهم المزايا الشخصية مرتفعة يقاربون الكمال تكون بقى سيئاتهم صغيرة ولا ينتبه لها الناس لأنه الإيجابيات قد غلبت عليها فتقول أنه من يوم ما توفي وهم في غم وفي كرب تقول أنه بقي في هذه الأسرة أمة ولكن أمة صحيح عندها حكمة وعندها خبرة لكنها امرأة ضعيفة ومترددة ولا تستطيع أن تتخذ أي قرار وحدة تقول أنه في أخوها أخوها الكبير حنون ويجمع صفات جيدة مثل صف التحمل المسؤولية لكنه لا يحب أن يراجع أحد فيتصرف أحيانا بقصوة مع هذه الأسرة تقول في أخ صغير ولكنه متهور ومندفع فلا يمكن الاعتماد عليه فإذا أوكل إليه أي مهمة يبادر إليها من غير التفكير فأحيانا يقع في أخطاء كثيرة أو إذا خطر عباله فجأة خاطر فهي القصة تقول أنه أصبحوا بالبيت يعني يشعرون أنه ما عد في أحد يقود البيت كل شخص في هذا البيت فيه عيب كبير وبعد ذهاب الوالد يريدون أن ينتخبوا أحدا لكي يكون مسؤولا عن هذه الأسرة فتسأل ماذا تفعل ألا بإلا أنه طب خلص ذهب هذا الوالد الكامل ولكنه ترك تقولين أم حكيمة ولديها خبرة خلينا نأخذ الإيجابيات تقولين ترك أخ كبير وحنون تقولين ترك أخ عنده حماس واندفع طب أنتوا الآن أصبح لديكم تكامل تكامل لم يعد موجودا في شخص واحد ولكنه أصبح موجود في مجموعة من الأشخاص فأفضل طريقة أنه تتعاونوا كل ما حدث عندكم بالبيت أمر يتم الاجتماع فنستفيد من حكمة الأم مع حنال الأخ عطفة الأخ مع قدرة الصغير على التنفيذ لأنه حماس ويدفعوا إلى التنفيذ الفوري فخلص الحمد لله أصبح لديكم شيء متكامل تستطيعون الاعتماد عليه فهيك دائما ما نيأس دائما ما نقول أنه والله اللي راح لا يعوض وضعي سنة الحياة دائما تذهب أشياء تأتي أشياء فالفكرة أنه دائما نجد نبحث نجد ماذا لدينا ونحاول بناء عليها أن نصنع شيئا جديدا يعني أنا أذكر مرة كنت أقول لصديقتي واحدة من صديقات الفلسطينيات فكانت تقول لي عن اليهود أنه كيف كل ما صار أمر يهدمون البيوت فأنا كنت عم إلا أنه يعني ماذا يفعل الناس كيف يتصرفون قالت لي ما في مشكلة صار عندهم حجار كثير حتى يرموه على اليهود فأشوفوا كيف الطريقة الإيجابية بالتفكير دائما أنه هي في مصيبة ووجدت لها حلا فهذه الفكرة الأساسية خلاص يعني هذا هو الجواب السؤال الذي بعده رجل هاجر إلى أوروبا ضيق عليه في سوريا ولوحق وطلب اسمه فسبق عائلته وهاجر إلى أوروبا بعد أن هاجر حاولت بعض الجهات التي تقوم بالأعمال الخيرية والإغاثية أن تؤمن راتبا لزوجته وأن تؤمن لهم إيجار البيت وضرورات الحياة مرت الأيام وصل إلى الدول الأوروبية بأمان وموجودها حاليا في سكن مجاني ويأخذ معاشا شهريا فنظرا لكثرة العائلات المحتاجة قرروا أن لا يعطوا هذه الزوجة المال عساس أنه يعني الموارد قليلة جدا هذه الأيام فتقول المرأة التي تقوم بالإشراف على هذه السيدة أنه اعترضت هذه الزوجة واتصلت مع زوجة وطلبت منه أن يتكلم مع هذه السيدة المسؤولة وتطلب منها أن تتابع معها بالإنفاق على البيت وعلى الأسرة وتأمين الطعام فهي تسأل أنه هل يحق لمثل هذه العائلة أن تطالب بنفقة والزوج هناك موجود معه فائض من المال وإخذ راتبا شهريا ويستطيع أن يقدم لهم لمشمل ولكنه يتلكأ في هذا الأمر فتقول أنه رجعت اتصلت مع السيدة الزوجة وحاولت أن تقول لها أنه أنت الآن أصبحت في وضع جيد وغيرك أولى بالمال وأنه خلي زوجك ينفق عليك فبتعرفوا شو كان الجواب قالت لها أنه المال اللي عم يعطوها يا دوبي كفي للدخان فطبعا هون الجواب أنه لا لا تنفقوا عليها في ناس أولى منها الحمد لله أنه هي الحالات قليلة ولكن يجب أن نقف لها ما نسمح لمثل هؤلاء باستغلال الأموال القليلة التي تأتي للعائلات المتضررة فنقول لي الزوج خلص أصبحت زوجتك مسؤولة عنه عفوا أصبحت أنت مسؤولا عن زوجتك ولن ننفق على هذه العائلة وعليك أن تتدبر أمرك في مشكلة أخرى أنه الزوج أخذ هاتف هذه السيدة المسؤولة وصار يتصل بها ويطلب منها أن تدفع للزوجة فهي انزعجت كمان هون في أمر يجب أن ننبه له أنه الهواتف أمانة يعني أنت أيتها الزوجة احتاجت المسؤولة أن تأخذ رقمك وأن تتصل معك أنت أنت عرفت رقمها هل يحق لك أن تعطي هذا الرقم لزوجك هذه السيدة لا تحب أن تكلم الرجال تحب أن تتواصل معك أنت أنت بالذات فلا تعطي الرقم لأي أحد رجاء الأرقام مسؤولية هلأ مع الواتس أب مع هذه وسائل التواصل صار أحيانا الأرقام مكشوفة يدخلون لنا في مجموعات فرقمنا أصبح معروف للجميع فهل يحق لأي سيدة أن تأخذه وتعطيه لأي أحد خاصة إذا أعطته للرجل لا طبعا ما بيصير يحتاج هذا الأمر إلى إذن فحتى أنا أنصح هذه السيدة المسؤولة أن تحضر هذا الرجل وتحضر هذه المرأة أو خلاص أعطتها الجواب وقالت لها أنا لا أستطيع أن أنفق عليك بعد اليوم لأن العائلات المتضررة كثيرة نقف مع فاصل ونكال سؤال آخر كمان من الأسئلة العجيبة والغريبة جاء من فتاة تقول أنه جاءها عريس والعريس قال أعجبها خطبها رسميا وأعجبها وهلأ الآن بقى تعطيني صفات هذا العريس الذي أعجبها فتقول أن هذا العريس قد سبق وخطب من كثير من البيوت ما أحد رضي يعطي لماذا؟ رفضوا كلهم لماذا؟ لأنه قال عيلته هو من عائلة لا يقدرون المرأة ولا يحترمونها هذا السبب الأول السبب الثاني لا يعمل ليس لديه أي مورد السبب الثالث هو طالب ولم يتخرج بعد السبب الرابع قال له علاقات قديمة مع بعض الفتيات في المكان الذي يعيشون به يعني علاقات غير صحية يعاد عن أنه خطب مجموعة من البنات سبب آخر أنه شخصيته يعني ليست تلك الشخصية القوية التي تتحمل المسؤولية أو التي يمكن الاعتماد عليها وفوق كلها تقول أنه هذا الشاب قد أعجبها وتعجب لماذا رفضه أبوها تخيلوا بقى معي هون بقى أنا لماذا قرأت هذا السؤال؟ طبعا أنا مع الأب وموافقة 100% على الرفض ولكن هنا بقى أقول عن أهمية الولي في الزواج أو أهمية القاضي أو الرجل الكبير الناضج يعني معقول كل هذه الصفات وتقول أنه الشاب أعجبها يعني حتى ما ذكرت أنه والله بعض البنات بتقول لي شكله أعجبني هاي لم تذكر أي ناحية إيجابية فقط ذكرت كل هذه السلبيات وتقول فوقها أنه العريس عاجبة وتريد أن تتزوج منه فأنا طبعا بإلا كوني مع والدك الله يرضى عليكي ولا تفكري بهذا العريس على الأطلاق وإن شاء الله الله بيبعث لك رجل أفضل منه السؤال الذي بعده من فتاة تقول أنه هي من أسرة متوازنة أسرة تعيش بسعادة بالغة تقول أنه لم يعودوا صغارا هي فتاة كبيرة وكذلك كل إخوتها ومع الثورة بقى تبدلت أمور في حياته ما الأمر الذي تبدل؟ تقول أن والدة قد وصل إلى عمر الستين وأم أيضا تجاوزت الخمسين وأمور كثير متوافقة معا والأب يعمل مع الثورة فيذهب لإغاثة المنكوبين ويتعامل مع الأرامل يتعامل مع الأيتام الصغار يتعامل مع الرجال المصابين يعني كثير لديه وطنية وحرص وإنسانية وحرص على الناس فجأة خطر في باله أن يتزوج حاول بالخفاء أن يخطب ولكن لم ينجح في ذلك مع الأيام وصل هذا الكلام إلى الأم الأم غضبت غضبا شديدا واعترضت فالأب اعترف لها بأنه يريد الزواج بل طلب منها أن تخطب هي له فالأم قالت له يستحيل أن أقوم أنا بهذا الأمر فإما الطلاق وإما أن تنسى هذا الأمر الأب ما زال مصمما على الزواج وتقول الفتاة أنه من يومها لم يعد البيت كما كان أصبح بيت فيه مشاحنات وفيه مشاكل والأم والأب دائما فيه شقاق وأحيانا الأم لا تتكلم مع الأب تريد أن تشرح لي أكثر تقول أنه والدة كان دائما مشغولا بعمله يعني ما كان متفرغ أبدا لهذا البيت فكانت الأم تسد هذه الثغرات هي تقوم بكل المسؤوليات التي لا يستطيع الأب القيام بها بسبب العمل المتواصل فتقول أنه كانت أم وكانت أب وكانت تحضر أحيانا الأغراض تقول هذا ليس كلامة هي تقول هذا بشهادة كل من عرف أمه حتى مو بسيك تشرح لي تقول أمه شخصية محترمة جدا تقول أنه أمه امرأة حكيمة تقول أنه أمه دائما كان من أولويات زوجها وأولادها والبيت تقول أنه لم تقصر في أي يوم بأي مسؤولية والأب يشهد بهذا الأمر فتسألني ماذا تفعل بعد أن أصبح البيت بهذه الحالة وأصبح وضع الأولاد طبعا انتقلت بقى المشكلات بين الأم والأب إلى الأولاد فصار أن عكست عليهم بمشاعر سلبية تقول أنه أخوها بدأ يقصر في دراسته تقول هي بدأت تفكر أنه البيت لم يعد كما كان فهل مثلا تترك وتتزوج أم تبقى أصبحت في صراع بين أمها وأبيها فهل تساعد الأب على ما يريده أم تكون مع أمة ضد الزواج يعني الحقيقة مشاكل كبيرة جدا فتسألني ماذا تفعل هون بقى خليني لكم على رسالة أخرى جاءتني لأنه مدام وصلنا لموضوع التعدد جتني رسالة لكن قبل أن أقرأ هذه الرسالة أحب أن أستشير أستشير الإخوة المشاهدين والمشاهدات لو طلع عليكم شيخ شيخ معروف بالصلاح ومعروف بالعلم الشرعي ومعروف بالدين وبالورع والتقوى وبدأ يتكلم عن مساوئ الطلاق وصار يمنع الناس من الطلاق ويقول أن الطلاق أمر غير جيد والطلاق يخرب يهدم البيوت والطلاق يتسبب للأولاد بعقد نفسية والأفضل أن الأم أن تصبر وأن تتحمل وأن الأب كمان يعني لو كره الزوجة ممكن يكون فيها خير كثير كما جاء بالقرآن ماذا تقولون عن هذا الشيخ أكيد سوف تمتدحونه وتقولوا أنه والله يا سلام وهذا يتكلم الكلام الصحيح ويتكلم صواب وطبعا مع أنه في كثير عائلات ما تستطيع أن تستمر يعني الطلاق هو الحل لكن نحن والطلاق طبعا يجى بالقرآن موجود وله أحكام كثيرة فنحن أكيد نعجب بكلام هذا الشيخ مع أنه الطلاق مباح لكن لو عكسنا الموضوع بس يجى حدا يتكلم عن مساوئ التعدد فشو منقول عنه؟ منقول أنه يحرم الحلال فليش إذا الواحد يجى يتكلم عن الطلاق وقال أنه بلا أحسن لأنه تهدم البيوت من قل له معلش وإذا حدا يجى يتكلم عن مساوئ التعدد ويقول أنه يهدم البيوت من قل له لا واقف عندك فأنا هون بقى الكلام اللي بدي أقوله طبعا أنا حكيت عن التعدد قبل هلا وحكيت كتير فأنا خليني اليوم أتحول للكلام عن الظلم بلاش عن التعدد معلش بس حقول أول الرسالة التي جاءتني فجاءتني رسالة في بريدي واكتشفتها بالبريد لأنه الذي أرسلها ليس صديق لي وليس متابعا لي فاكتشفتها بالبريد الذي يذهب إلى يعني مرات باكتشفه بي الصدفة حتى حقلكم شو اسم الرجل حتى يعرف نفسه حقول اسمه الأول اسمه فواز هذا الرجل شن علي حملة شعوى لأنه تكلمت عن الطلق عن التعدد فقال كان فجأة جالس لا وشوفوا كمان السيناريو جالس زوجته الأولى على يمينه والأخرى على يساره وبالصدفة يقول أنه كان بعد يطلع مو بالصدفة يعني خلال قراءة الرسالة تبين أنه يتابع هذا البرنامج لأنه أتكلم علق على عدة حلقات منه فقال بالصدفة كان يتابع فوصل لما كنت أتكلم عن التعدد ولما قلت أنه الزوج يكون خائم مع أني وضحت ماذا أقصد بالخيانة قلت أنه الخيانة كلمة مطاطة فلما تكون الزوجة مخلصة لزوجها وتتفانى معه طول الحياة وأخذته فقيرا وكانت تتأمل أنه تتوسع الحال المادية لحتى هي تتمتع معه بهذا المال وحتى مو بس تتمتع بالمال تتمتع به هو شخصيا فهذا صار معه نفس الشيء فلما صار معه مال تزوج عليها طبعا لما الإنسان بآخر حياته يصير معه مال بصير وقته اللي جالس فيه من غير عمل أطول فتكون الزوجة تمني نفسها بقى بأنه تتمتع بالجلوس مع زوجها بالأمور المعنوية يعني بوجوده بالبيت بمساعدته بتربية الأولاد فهي كانت مكافأة أن تزوج عليها أنا عرفت شو يعني الخيانة فهي ما فيها أي بأس لما أقول خيانة بهذه الطريقة فهو يعترض أولا على هذه الكلمة الأمر الثاني قال كانوا زوجاته في أمان الله فلما سمعوا كلامي أنا فيقول أن زوجته الأولى ثارت وغضبت وبدأت تعيره طب أنا شو ذنبي معناته هي في شيء في داخله فلما سمعت كلامي كلامي جاء موافقا لهواها فلو كانت هي مثل ما تقول أنت في الرسالة مقتنعة تماما وراضية ما كانت ثارت عليك هذه السورة بس أنا عرفك ما قلت لكم ما هو مضمون الرسالة وبدأت أتكلم عنها طب خليني لكم رسالته فيها كان بنود كثيرة فيقول أنه يعترض علي قال أنه أنا أقول أريد أن تكون المرأة طاغية في بيتها وأريد أن يصبح المجتمع فاشل طب أنا بعمري ما قلت أنه أريد أن تكون المرأة طاغية ويقول قال أنه أنا أدعو لي أفكار كمال أتاتورك ما أدري كمال شو دخل أفكار كمال أتاتورك وهو دعا إلى ترك الحجاب ودعا إلى أمور كثيرة أنا ما ألي علاقة فيها فكمال يقول في رسالته أنه أنه هو تزوج المرأة الثانية من سنة واحدة وأنه يكفي زوجتي شوفوا كيف يفكر الرجل يفكر فقط بالعلاقات بالعلاقة الخاصة لكنه لا يفكر بالأمور المعنوية التي أنا أتكلم دائما عنها ألا أتكلم عن هذا الأمر الذي جاء في رسالته لكن أنا الآن مضطرة وقف نصف الكلام خلاص أتوقف من أجل الفاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله تكفي الفقرة الأخيرة لرسالته لأنها طويلة جدا الرسالة فيها مجموعة كبيرة جدا من الاعتراضات والنقاط المهمة وأنا أحب أن أوضح بعض الأمور لأنه لعل بعض المستمعين أيضا والمشاهدين لهم نفس الانطباعات هل هو يقول أنه أريد أن تكون المرأة الطاغية لا في الحقيقة أبدا أنا في سوريا الجديدة أريد أن لا يكون هناك ظلم لأي أحد وأنا لا أحب أبدا أن تكون المرأة مسيطرة أو أن تكون هي المتغلبة لأنه هذا شيء يعني ليس صحيحا أنه نعكس مثلا الأدوار أو نعكس الأمور وإنما أنا أريد أن يكون لكل شخص في سوريا الجديدة دوره في الحياة وأن يقوم به بكل حرية وبدون أي ضغوط فقط فأنا لما أدافع عن المرأة أدافع عن المرأة المظلومة أدافع عن المرأة المضغوطة أدافع عن المرأة المكرهة إن شاء الله هذا سوف أخصص له حلقة لتوضيح هذا الأمر لأنه كثرة الكلام حوله لكن الآن نتابع فقط مع الأمور المهمة التي يعترض عليها هذا الزوج كمان يقول أنه ما يغيظه أنه نحن في محطة ثورية ويجب أنه المحطة الثورية أن تحمل رسالة لكي تجعل الأسرة لبنى صالحة فيقول أنه أنا كلماتي قد تؤثر على هذا الأمر وقال أنه هو يريد المثالية فهي هي الأفكار الأساسية من رسالته أنا الآن سوف أحاول أن أجيب عليها أول شي بدي أقول لك يا أيها الأخ الكريم فواز أنه من الخطأ أنه تحط زوجتينك في بيت واحد هاي بخالفة شرعية يعني لو الإسلام أباح للرجل أن يعدد بس ما بيصير أنه يكونوا الاثنين في بيت واحد هذا قد يزيد بينهم بينهما الخصام والأحزان الأمر الثاني تقول أنه الزوجة هو يعترف أنه الزوجة الأولى قد ضحت معه وقدمت له الكثير 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 عشرين سنة وهي تقدم له فأنت برأيك برأيك يعني برأيك هل هذا كان مكافأة جيدة لها؟ لما جاء بالحديث كفران العشير كفران العشير فسروها فسرها الفقهاء والمحدثون أنه كفران العشير هي قال أي تنين يعيشونها معني يعني مش رأيك زوج وزوجة من المعاشرة أخذوها من المعاشرة والمخالطة فكان الاعتراض أنه دائما لما يصير خصام خاصة بيقوله الزوجات رأسها بتقول لزوجة ما رأيتوا منك خيرا قط وكتير مرات تقول الزوجة فقط بساعة الغضب لكن لما بترجع مرة تانية تهدأ بترجع قد تندام أو تقول فاعتبر الحديث أنه بس بس إذا حدا قال للتاني ما رأيتوا منك خيرا قط معناته قد أساء له ولم يكن جيدا معه فكيف أنت عم تقول ضحت معك عشرين سنة بعدين كانت هذه المكافأة الأمر اللي بعده اعترض علي أنه أنا السبب أني تسببت بمشكلة كبيرة أنا بدي أقول لأي حدا كتير مرات نحاول أن نقول أمور أن نستميل بعض الناس أن نقنعهم بعض الأفكار والله موسهل إقناع الناس والله العظيم موسهل ليش نحنا الآن نعاني من صعوبات شوفوا قديش الثورة السورية وصلت وتشعبت وصار فيها كتير أمور لو كان إقناع الناس سهل ما كنا وصلنا إلى هنا كان مجرد ما نجيب لهم الحجج والبراهين كان كل واحد قال والله حاضر ومزبوط ورجعوا كلهم إلى الصواب لكن لا نائما كل إنسان له في داخله قناعات معينة فأول ما نضرب على الوتر الحساس فبيطلع فهي أنا الحمد لله معناته يجب أن تشكرني لأنه الحلقة عرفتك أنه زوجتك ما تزال متألمة وحزينة فحاول أن تسترضيها وأن تقنعها أكثر من ذلك الفقرة الاعتراض اللي بعده يقول أنه عن المثالية يتكلم عن المثالية لحقيقة المثالية غلط والمثالية يستحيل أن نصل إليها في هذه الدنيا وإنما يجب علينا أن نقترب منها قدر الإبكان فغلط أن تنادي بها وأنت تقول أنك هو يقول أيضا أنه يتعامل مع زوجاته بمثالية لو كنت تتعامل بمثالية ما كان صار عندهن عند زوجتك الأولى هذه المشاعر اللي بعده هو يقول لي كان برسالته كل قليل أنه أدين النصيحة أنه ما أزعل منه أنا صراحة ما أزعلت منك والدليل أني الآن أقول الرسالة وأقول مضمونة بكل طيب نفس وبالعكس إذا كان في شيء خطأ أنا مستعدة أن أرجع عنه فإذا كانت دين النصيحة أنا كمان اسمح لي أن أنصحك وأقول لك أنه التعدد له مساوئ كثيرة فلا يمكن أن نعممه كما لا يمكن أن نعمم الطلاق على كل الناس وإنما نراه بحالات فردية وحالات شخصية فلو كنت أنت ناجح وإن كنت أنا لا أرى النجاح فما صح أن تعمم تجربتك الفقرة اللي بعده قال نحن في ثورة فأنت هون تكون قد وضعت يدك على الفكرة الأساسية التي أريد أنا الوصول إليها بالعكس أنا فكرتي ما دمنا في ثورة كل شيء كان خاطئ في المجتمع السوري يجب الآن أن نركز عليه وأن نمنعه فلا شك أنه كان في ظلم وكان في ظلم للمرأة فنحن نريد أن نتخلص من هذا الظلم فهي حجة لك عليك وليست لك فأعتقد أن هذه الأفكار الرئيسية وهون بقى نعود للرسالة التي بدأنا بها الكلام عن التعدد فنقول أنه نحن الآن ما بدنا نخوض بموضوع التعدد لأنه في حلقتين عنه اللي بيحبوا يرجعوا له أنا الآن أريد أن أقف عند موضوع الظلم وقبل الآن كمان قلنا أنه بعض الناس يريدون من المجتمع السوري أن يصبح مجتمع ملائكي لحتى الله يرفع عنه ما يمر به من محنة ومن أزمة ومن قتل لكن أنا نظريتي أنه لو تلكنا الظلم أنا هكذا فهمت الآيات وهكذا فهمت الأحاديث أنه يكفي أن نترك الظلم لحتى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يفرج عنه فإذا أردتم أن ننتصر وأن نخرج مما نحن فيه أتركوا الظلم الظلم مو أنت بتحدده ولا أنا بحدده بحدده الإنسان المظلوم فيجب علينا جميعا أن نفتح عيوننا وأن نفتح آذاننا وأن نفتح قلوبنا لكل شكوى نسمعها سواء كانت من زوجي سواء كانت من ابن سواء كانت من جار سواء كانت من أستاذ لأنه الإنسان المظلوم هو الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه فيا أيها الزوج لا تقل لي أنك أنت مظالم زوجتك يا أيها الأب الذي تريد الآن أن تعدد وزوجتك بشهادة الجميع أنها إنسانة رائعة وبشهادة أولادها اجلس معها واسألها وإذا وجدت أن هذا الأمر يؤلمها بعد ما صار عملك ستين سنة وهي صار عملك خمسين فاستجب لرغباتها الظلم ظلمات يوم القيامة فإذا كانت لم تقصر بأي أمر لا تكافئها رجاء هذه المكافأة فيجب أن نتخلى عن الظلم وأنت أيها الأبناء لا تسكتوا ولا تخطبوا للأب ولا وغضب عليكم وإنما اجلسوا في جلسات مصارحة افهموا لماذا يريد هذا الأب يمكن أن تشاف بعض المشاهد المؤلمة يمكن أن أشفق على بعض الأرامل لكن قد ما أشفقنا عدد الأرامل يعني أصبح كبير جدا عدد المطلقات أصبح كبير جدا فما مشا نصلح بيت نخرب بيت تاني رجاء خلاص يعني هذه هي النصيحة أنا بس الآن أريد أن أركز على قضية الظلم والموضوع بالظلم طويل طويل والقرآن جاء به في آيات كثيرة في أحاديث كثيرة في تنبيهات كثيرة فهذا هو الرجاء وعفوا معلش يسمحوا لي أنا أنهي الحلقة مع أنه بقيان لسه دقيقتين لأنه تعدت كثير وما عدت فيني يكمل أبدا آسفة كثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته